اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والوراثية للصفات الانتاجية لهذا الحيوان فبعض الحيوانات بتديني حوالي خمسة طن الى ستة طن لبن زي الهولوشتاين الامريكي في حيوانات بتديني من 3000 الى 4000 كيلو لبن زي الفريزيان في الماشية المصرية اللي هي موجودة عندنا بيتعطيني حوالي 1200 لحد 1500 كيلو اما الجموس المصري فبيعطي حوالي من 1800 كيلو الى 2000 كيلو جرام تعالى نستعرب مع بعض النهاردة اول حاجة هنبدأ بيها ايه من سولات مشيت اللبن هنعرف مع بعض اللي هي تعريف السلالة يعني ايه تعريف السلالة ايه هو تعريف السلالة السلالة دي جاي نبجة من ايه اما اعمل تزاوج بين حيوان وحيوان اخر اقول اننا انتكت حيوان فتعريف السلالة مجموعة من الحيوانات تنحدر من اصل واحد تتشابه في معظم صفاتها وتكونت هذه الحيوانات بفعل الانسان عن طريق استعمال طرق التربية سواء كان التزاوج او الانتخاب حتى يصل الى مستوى عالي من هذه السلالة وتسجل هذه السلالة في سجلات النوع لو انا جيت اتركت الى تقسيم سلالات مشيت اللبن اقول ايه في عندي نوعين من التقسيم لسلالات مشيت اللبن بقسم السلالة حسب درجة نقوتها ثم بقسم السلالة تبقى للاستعمال لهذه السلالة لو انا جيت حبي بتقسم السلالة تبقى لدرجة النقاوة عند مقية، عند غير مقية، عند سلالة خليطة، عند سلالة فارزة لو هقسم السلالة تبقى للاستعمال أول فيه عندي ماشية اللبن الأصيلة أو المتخصصة في إنتاج اللبن مثل إيه؟ زي الهولوشتين أو بالقول عليها الهولوستين أو الفريزيان ثم ماشية اللبن سمائية الغرض يبقى مقسم السلالة تبقى للاستعمال فيه عندي اتنين ماشية اللبن الاصيلة متخصصة مثل الفريزيان والهولوشتاين عند ماشية اللبن سنائية الغرض مثل السيمينتال والبراون سويس السلالة النقية بقى معسم السلالة اخذ اول جزء من تقسيم السلالات حسب درجة النقاوة يعني ايه كلم السلالة نقية سلالة نقية بيطلق على الحيوانات التي يمكن ان تقدر ساعتك تتبع اسلفة منذ تكوين السلالة بيشترد في هذه السلالة ان تكون مسجلة في سجلات النوع في سجلات التركيب الوراثي في سجلات التحسين الوراثي عشان كده بنقول سلالة نقية النوع التاني حسب درجة النقاوة وهي سلالة غير نقية بيطلق على هذه السلالة او على هذا الحيوان الذي يملك معظم صفات النوع في معظم احيان يكون هذا الحيوان منحدرا من سلالة نقية لكن لا يمكن تسجيله في سجلات النوع اي سجلات التربية في عندي سلالة خليطة يعني ايه سلالة خليطة دي حيوانات نتكد عن طريق التزاوج بين سلالتين واضحة المعالم يمكن الخلط من اكثر من سلالتين وتعتبر الحيوانات في هذه الحالة خليطة سواء كان الخلط بين سلالتين نقيتين او اكثر او بين سلالة وافراد غير نقية ودي دايما اللي احنا بنشوفها فيه حيوانات اللحمة اللبن اللي هي المصرية اللي هي موجودة عندنا حصل تهجين وحصل تحسين وحصل انعزلات وحصل تحسين جامد جدا فيه سلطة اللحم المصرية او سلطة الابقار المصرية اللي هي عندنا عن طريق التزاوج الابقار المصرية اللي هي موجودة مع الماشية المصرية وتم انتاج سلالات جديدة فيه عندي سلالة فارزة يعني ايه سلالة فارزة السلالة دي سلالة تكون غير خليطة وتمتلك معظم صفات النوع وحامت بها صفات غير مرغوبة او غير نقية او غير معلومة النسب يعني مجهولة النسب بس اسمها سلالة وهذه السلالة بنطلق عليها اسمها سلالة فارزة لو انا جيت احب اقسم السلالة تبكر للاستعمال في عندي منها نوعين ماشية اللبن اللي هي المتخصصة او الاصيلة في انتاج اللبن مثل ايه زي الهولوشتاين وزي الفريزين وزي الايرشايع وزي الجيرسي وزي الجيرنس وزي البراون سويس في ماشية عندي من دم طبقا للاستعمال اللي هي سنائية الغرض ومعنى سنائية الغرض انها بتعطي انتاج عالي من اللبن ثم انتاج عالي من اللحم لو هتعطي انتاج عالي من اللحم بعد ذلك ان السلالة دي بتكون كبيرة في الحجم هذه السلالة بتضم ايه بتضم عندي السمنتال البراون فيه الشورت هورن البنزا جاور الديفون الريديول دي كلها سلالات اللي هي بقسمها تبقى للاستعمال في عندي اعتبارات بقى براعيها اما اجي اختار سلالة ماشية اللبن يعني ايه اختار اه 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 اختار اختار بطريقة سليمة عشان خاطر ان انا او غرض ان انا اربيها عندي في البيئة اللي هي موجودة وده بيعتبر اول خطوات النجاح في مشروع تربية الابقار لانتاج اللبن يبقى اول حاجة فيه اعتبارات براعيها من هذه الاعتبارات عند المصدر هل مصدر السلالة ايه هل هي سنائية الغرض هل هي سلالة دي سلالة اه اصيلة متخصصة زي الهولشتاين او زي الفريزيان اشوف المصدر السلالة مصدرها امريكي ولا مصدرها فيها حتى بالضبط هذه السلالة او الملشة اللي هي لشأت فيها هذه السلالة كذلك السلالة دي متأقلمة عندي في الظروف البيئية المصرية يعني تقدر تعيش في الظروف البيئية المصرية اللي هي موجودة عندي يبقى ايزا درجة التأقلم يبقى من دمن الاعتبارات اللبنائية درجة التأقلم هذه السلالة كذلك في عندي الانتشار بالنسبة لهذه السلالة هل السلالة دي منتشرة عندي بكمية كبيرة موجودة عندي عشان أقدر أننا أربيها في داخل المزرعة أو في داخل الأماكن المحطات البحوث اللي هي موجودة طبعاً إحنا عندنا حسب ظروفنا الجوية المصرية اللي هي موجودة في بعض السلالات بتصلح في مناطق معينة زي مناطق الواجه البحري بتختلف عن السلالات اللي هي بتتربى في جنوب الصعيد أو في الدلتا يبقى إذن كل منطقة أشوف درجة تأكل مع هذه السلالة حسب درجة حرارة الجو حسب الرطوبة وحسب الظروف المحيطة بهذه السلالة عشان تقدر تصل بأعلى إنتاج من اللبا لأن في عندنا هنا في الإنتاج الحيواني بنقول إيه؟ إن أفضل التركيب الوراثي لن تعطي أفضل النتائج إلا إذا توفرت الظروف البيئية حتى يمكن للتركيب الوراثي أن تظهر مدى إمكانيتها في النسبة لإنتاج اللبا معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إنما عندي فيه حيوان مثلاً جايبوا منشاؤوا من أوروبا هذا الحيوان بيتميز بإنتاج عالي من اللبا حوالي أربعة تن أو ستة تن أو تمانية تن لبا لو جه هذا الحيوان ويعيش عندي في الظروف المصرية إيه اللي اختلف عندي؟ اللي اختلف عندي مش التركيبة الوراثية التركيبة الوراثية سابتة لكن الظروف البيئية المحيطة بهذا الحيوان هي اللي اختلفت وبالتالي بيؤدي إلى كلة إنتاج هذا الحيوان من اللبن وبيقل إنتاجه وما بيقدرش أنه يتأقلم وينتشر فيه المنطقة عندي هنا في مصر اللي ايه؟ هرب فيها إلا إذا وفرتوله الظروف البيئية عشان يظهر مدى الإمكانيات الوراثية اللي هي موجودة عند هذا الحيوان كذلك فيه عندي إيه التاني اللي براعيه تاني؟ طريقة التربية أو الغرض الإنتاجي من هذا الحيوان أو التفضيل الشخصي بالنسبة لهذا الحيوان الحيوان ده هرب به تفضيل شخصي إيه؟ أنا عايز لون يكون لونه يعني ملغوب بالنسبة للمستهلك ملغوب بالنسبة للمربي اللي هو هيربي هذا الحيوان يبقى دي مجموعة من الاعتبارات المصدر براعة حديد المصدر الذي يتم اختيار حيواناته منه ويكون هذا المصدر له سمعة جيدة وموصوق به لده عملية خبرات بالنسبة للمربي اللي هو موجود معنا التأقلم هل الحيوان ده هو يقدر يعيش في المماخ اللي هو موجود في المنطقة اللي يربى فيها هذا الحيوان ثم الانتشار السلادي يتمنتشرة بكسافة وكمية كبيرة في هذه المنطقة اللي يربى فيها ثم طريقة التربية هل طريقة التربية عندي هرب بهذا الحيوان بصورة مقية او انما هجيبها هذا الحيوان عشان اعمل عملية خلط بينه وبين الحيوانات اللي هي موجودة بين المجورين هل مصدر الشراء من الهيئات والمؤسسات الحكومية هل مصدر الشراء من الاستراب من الخارج يبقى عندي اربع اماكن لشراء هذا الحيوان اما من الاسواق او المربين او الهيئات والمؤسسات الحكومية زي محطات البحوث اللي هي موجودة او المدارس الزراعية اللي هي موجودة او محطات الغلط الانتاجي زي وزارة الزراع الى اخيره أو أنما هستورد هذا الحيوان من الخارج يبقى دي كلها مصادر شراء الحيوانات لو من الأسواق العامة بختار هذا الحيوان على الأساس شكل ظاهري ما بختارش هذا الحيوان على الأساس سجلات لأن الأسواق غير موجود بها سجلات لكن السجلات موجودة فين؟ السجلات موجودة في أماكن التربية والمتخصصة في إنتاج الحيوانات زي محطات البحوث أو وزارة الزراعة أو الشركات الكبرى بيكون فيها سجلات فبختار هذا الحيوان على اساس شكل ظاهري ثم سجلات بطبق السجل بتاع هذا الحيوان لكن في الاسواء العامة انا بختارش الحيوان على اساس شكل ظاهري الجسم المسلسي الضرع موجود الاربع حلامات بتاع الضرع موجودين او ان انا حشتري من عند المربين المجورين ولو حشتري من عند المرب المجور بيعمل عملية اختبار لهذا الحيوان بيتفق مع المرب اللي هو موجود او مع البائع اللي هو موجود وبياخد هذا الحيوان عشان يقدر ان هو يغزي هذا الحيوان ويشوف كمية الانتاج اللبن بتاعت هذا الحيوان هو اتفق معاه على اساس سعر الكيلو اللبن مثلا بحوالي 10 جنيه او 8 جنيه ايا كان طبعا الحيوان ده هجيب كم كيلو في اليوم لو قال له هجيب حوالي مثلا 20 كيلو في اليوم او 30 كيلو في اليوم يبقى يقدر يفضل هذا الحيوان ويقدر يربي هذا الحيوان عنده لان عن طريق عملية التغذية والإطمان لهذا الحيوان أنه يجي هو يشتريه عشان يربيه بعد كده في داخل المزرع يبقى بيتفق مع المربي أن الحيوان ده بيدينا 20 كيلو وياخد هذا الحيوان بيختبر هذا الحيوان وفي نفس الوقت لو اختبر الكلام تلع متفق مع المربي فبيتغلب على هذا كل هذا وبيعطي له المبلغ اللي هو اللي اتفق عليه ده من عند المربيه أو أنه هو هيشتريه تاني من هنا حتة من الهيئات والمستات الحكومية لو اشتريه من الهيئات والمستات الحكومية طبعا بيكون فيها شكل ظاهري هيختار الحيوان حسب الشكل الظاهري اللي هو النموذج الطبيعي اللي حيوان اللبن اللي هو هنتعرف عليه فيه ما بعد ثم أنه هو بينظر للسجلات اللي هي موجودة عشان يقدر يقيم هذا الحيوان ويحدد تمن هذا الحيوان أو أنه هو بيستورد هذا الحيوان من الخارج ممكن يستورد عجلات عشار أو عجلات بكرية أو عجلات حوامل هذه العجلات بتكون موجودة في أماكن الحجر البيطري بعد استيراضها من الخارج وبعد ذلك بيجرع عليها الفقصات اللي هي الخارجية ثم الفقصات الداخلية وبتنزل هذه الحيوانات إلى الأسواق أو المربي هناك طريقة أخرى زي ما بتكلم معاك فيها اللي هي بقولك قطيع الزرابة دي قطيع بيكون الحيوان اللي هو أو الراجل اللي موجود بيختار هذا الحيوان من عندك عن الزرابة الزرابة اللي هي موجودة وبيترك هذا الحيوان لمدة أسبوع على الأقل بيحلب هذا الحيوان عنده وبيتفق على سعر كيلو اللبن ثم في النهاية بيتفق على تمن هذا الحيوان لكن هناك خصائص معينة وصفات شكلية لهذا الحيوان أنا قلت منك اختار الحيوان بختار الحيوان على الأساس شكلين شكل ظاهري أو استجلات الشكل الظاهري له مجموعة من المواصفات زي إيه المسلس الخلف بالنسبة لهذا الحيوان لو أنا نظرت لهذا الحيوان من الخلف بلاقي عندي المسلس القعدة في الأسفل وكمة المسلس بتكون أعلى اللي هو شكل الضرع من المؤخرة ثم لو أنا جد اختارت هذا الحيوان عن طريق مسلس علوي بشوف الحركفتين اللي هم موجودين في الحيوان إلى مهاية أعلى الصدر بالنسبة للحيوان يبقى ده كمة المسلس لكن الحركفتين آخرين اللي هي عند مهاية عندنا فوق الضرع بلاقي أن دي قاعدة المسلس أو إنما بنظر للحيوان كمسلس جانبي من الجنب بلاقي كمة المسلس ناحية رأس الحيوان أما قاعدة المسلس بلاقيها ناحية مؤخرة هذا الحيوان زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصور لكن هناك مواصفات كياسية لنموذج ماشية اللبن بتمتاز ماشية اللبن بإيه؟ بتمتاز ماشية اللبن بصفة عامة عن طريق النحافة يعني إيه النحافة؟ احنا عارفين أن حيوان اللبن المحصول plausible لحيوان اللبن خارجي أما المحصول الانتاجي لحيوانات اللحم بيكون داخلي معنى ذلك أن فيه تشابه أو فيه آآ اختلاف بين حيوان اللبن وحيوان اللحم حيوان اللحم بلاقيه برميلي الشكل يعني بيكتنز اللحم على داخل جسمه لكن حيوان اللبن عندي هنا بيلاقي عندي حيوان لبن نحيف معنى ذلك ان هو نحيف بيعطيه لي اعلى كمية من انتاج اللبن ولان انتاج اللبن محصول خارجي بعكس حيوان اللحم يمكن انا اقدر اقسم اجزاء البقرة او اجزاء الحيوان الى مجموعة من المناطق في عندي منطقة الرقسم عند منطقة الاربعة الامامية في عندي منطقة البطن في منطقة الاربعة الخلفية لهذا الحيوان وكل منطقة لها مواصفات معينة بالنسبة لشكل حيوان اللبن كذلك من ضمن المواصفات وضوح وبروز الاعضاء المسؤولة مباشرة عن انتاج اللبن ايه هي الاعضاء دي اللي هي الضرع بلاحظ ان حيوان اللبن في عندي الضرع موجود فيه عروق موجودة على الضرع كل ما كانت العروق دي موجودة على الضرع ومجتنزة باللبن وظاهرة ووضحة على الضرع اعرف ان هذا الحيوان بيمتاز بامتياز كبير جدا فيه انتاج اللبن وان العروق بتكون مفصصة واضحة والمسافة بين الارجل الخلفية واسعة كذلك المسافة بين اخر ضلعين اوسع ما يمكن والكرش يكون غير متدلي بالنسبة ليه حيوان اللبن دي صفات شكلية بالنسبة ليه حيوان اللبن لكن اي حيوان بيمتاز بصفاتيه الصفة الشكلية تحدثنا عنها ثم فيه خصائص انتاجية او صفات انتاجية لكل حيوان على حدة احنا قلنا عندنا فيه مجموعة من الحيوانات اللي هي الاصيلة في انتاج اللبن زي الفريزين الاوروبي هناخد الفريزين الاوروبي ونشوف اللون ايه اللونه اسود طبعا بيه عن طريق عملية التبادل بين الاسود والابيض من الرأس حتى الكفل وده اكثر الانواع انتشارا عندنا هنا في مصر وفيه منه الفريزين الاحمر وده موجود في مصر من حيث الشكل والحجم بالنسبة ليه الفريزين حيوان كبير الحجم بيلاقيه قوي المظهر بيتظهر عليه صفات انتاج اللبن والشكل اللي هو المسلسي او النموذج المسلسي شكل الدرع ليس نموذجيا في كثير من الابكار لانه بيحصله اختلاف بين سلالة وسلالة اخرى متوسط وزن العجول كما قلت متوسط وزن العجول يبقى انا كده بوصف صفة انتاجية يعني كمية الصفات الانتاجية هي صفات كمية اما الصفات الشكلية فهي صفات وصفية لهذا الحيوان فمتوسط انتاج وسن العجول دي صفة انتاجية بلقيها حوالي 40 كيلو جرام البقرة الناضجة بلقيها حوالي 600 كيلو جرام الصور الناضج بلقيها 800 كيلو جرام انتاج اللبن حوالي 7000.5 كيلو جرام لبن نسبة الدهن 3.5 الى 4% اما يجي يقول لي اللون اقول له صفة شكلية اما يجي يقول لي الوزن العجول او متوسط وزن البقرة او متوسط انتاج اللبن يبقى دي كلها صفات انتاجية بالنسبة للحيوان طب صفات الخزب بالنسبة للفريزيا بيضع اول مولود لهذا الحيوان عند عمر قد ايه عند عمر 29 الى 31 شهر طيب الفترة بين الولادتين بين الولادة الاولى والولادة الثانية يعني ايه الفترة بين الولادتين النهاردة حصل واحد عشرة مثلا تم ولادة تهاز الحيوان الحيوان اللي هو المولود هوت هيقعد قد ايه تاني عشان يقدر يعيش الدورة يعيد الدورة الحالة الانتاجية حوالي 29 الى 31 شهر يبدأ عاملة التلقيح والاخصاب والحمل الى ان يعيد مرة اخرى الفترة بين الولادتين بلاقيها 370 يوم موسم الحالب الاول او موسم الولادة الاولى وموسم الولادة التالية 370 يوم بنتتخللها في هذه الفترة اللي هي علامات الحمل وعمر الحيوان الحمل اللي هو موجود وانتاج اللبن طول موسم الادرار بلاقيه 305 يوم ده بلاقيه في الفريسين الاوروب لكن الهولستين او الهولشتين او بنقول عليه الفريسين الامريك هذا السلالة دي أصبحت منفصلة تماما عن الفريزين الأوروبي وبلاقيه أن أكبر حجما من الفريزين اللي هو موجود عندي زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة دي بكرتين من أبكار الهولوشتاين في عندي اللون الأحمر المبقع بالأبيض ثم اللون الأسود المبقع بالأبيض متوسط وزن عجول الهولوشتاين بلاقيه حوالي 40 ل 45 كيلو جرام لكن كان متوسط الفريزين اللي هو كان موجود حوالي من 30 إلى 40 كيلو جرام معنى ذلك أن الهولوشتاين أكبر حجما وأسكل في الوزن من الفريزين الأوروبي اللي هو موجود عندي بإذن كده الهولوشتاين أعلى كيمة إنتاجية من الفريزين بلاحظ أن متوسط وزن العجول حوالي 40 إلى 45 كيلو جرام أو من 30 إلى 40 أما الفريزين من 35 إلى 40 يبقى أقل حجما من الهولوشتاين اللي هو موجود عندي تعالوا بصوا حاجة تانية الطور الناضج بلاقيه 1000 كيلو جرام متوسط انتاج اللبن بلاقيه 9000 كيلو جرام بعكس الفريزين كان حوالي 7500 كيلو جرام في الموسم عند 305 يوم نسبة الدهن بلاقيها من 3.7% وده اعلى انتاج بين السلطات الماشية الموجودة حاليا في العالم بس تعمل الزكور لحيوان الهولوشتاين عشان اقدر ادرك بحيوانات الفريزين معنى ذلك ايه انا عندي نوعين من الحيوانات عندي الفريزين اللي هو موجود وعند الهولوشتاين اللي هو موجود انا عايز انتك سلالة جديدة او عايز ربي سلالة جديدة او عايز انشئ سلالة جديدة بيحصل عملية تزاوج بين حيوان اللي هو هولوشتاين مع الابكار اللي هي الفريزين عشان انتك سلالة جديدة اكبر في انتاج اللبن من السلالة اللي هي الفريزين بستعمل هذا الحيوار عن طريق السائل المنوي المجمد من هولوشتين وده بستخدمه في تلقيح الأبكار الفريزن الأوروبي وده حصل عندنا هنا في مصر فيه سلالة تانية اسمها السلالة الألمانية السلالة الألمانية اللي هي بيطلق عليها البرون في أو البرون سويس البرون في ده نشأ في سويسرا وغالبا بيكون لون الجسم بصفة عامة كصفة شكلية لون الجسم يلاقيه بني فاتح في الإنس وبلاقيه غامق أو لونه شديد الغمئية بالنسبة للإنس في اللون حول المخطط الشكل واللون والحجم الشكل واللون بصفة شكلية سلالة اللي هي الفريزن بلاقيه الكبير الحجم متميز بجودة انتاجها من اللحم وزن العجول عند الميلاد أربعين لخمسة واربعين كيلو جرام يبقى أسكر حجما من الفريزن البقرة الناضجة بلاقيها ستمية وخمسين كيلو جرام الطر الناضج بلاقيه ألف إلى ألف ومتين كيلو جرام لو أنا دبحت هذا الحيوان أنه ممكن يستخدمه حيوان سناء الغارة بين إنتاج اللبن وإنتاج اللحم بلاقيه نسبة التصاف فيه مرتفعة إنتاجه من اللبن أحوالي أربعة تلاف وستمية كيلو جرام صفات الخزب بلاقيه بطيء فيه صفات الخزب يعني بطيء فيه نسبة التناسل لأنه بيوضع أول مولود له عند عمره 34 شهر فيه عندي نوع تاني سواء كان البراون فيه أو البراون سويس الاتنين قربين مع بعضهم لكن البراون سويس دي سلالة أمريكية بيتميز بصفات انتاجية مما اللبن حوالي 6000 كيلو جرام في 305 يوم اللي هي طول موسم إنتاج اللبن أو موسم الحلب بلاحظ أن نسبة الدهن في البراون سويس أربعة في المية ولونه أبيض إذن مرتفع في نسبة الدهن عن الفريزن الأوروبي أو عن الهولوشتاين وزن الميلاد للعجول ودي صفة إنتاجية بلاقيها حوالي أربعين كيلو جرام البقرة النادجة بلاقيها 600 كيلو جرام الصور بلاقيه 900 كيلو جرام في عندي نوع آخر من الأبكار الإنتاج اللبن اللي هو الجيرسي ده مشأ فيه إنجلترا والأنواع دي تقدر تتحمل درجة الحرارة اللون الغالب موجود فيه اللي هو اللون البني المسفر الشاحب وفي بعض البقعة البيضاء منتشرة على أجزاء الجسم الحجم بقى يبقى إذن الحجم والوزن صفة إنتاجية من أصغر صورات ماشية اللبن حجما وتظهر عليه بوضوح صفة صغرية إنتاجه من الشكل الجسمياني اللي هذا الحيوان متوسط وزن العجول اللي هي الموجودة سواء كانت زخور أو إناس بلاقيها حوالي 25 كيلو جرام الأبكار الناضجة بلاقيها 400 كيلو جرام إذن بعكس الفريزيان أو بعكس الهولوشتاين كان 650 كيلو جرام هما بلاقيها حوالي 600 كيلو جرام في الصور ثم إنتاجه من اللبن بلاقيها حوالي 4500 كيلو جرام في 305 يوم نسبة الدهن بكون مرتفعة 4.9 من 10 لون اللبن مسفر في هذا الحيوان صفات الخزب بلاقي العمر عند أول وضع للجرسي 24 شهر الفترة بين ولدتين بلاقيها من 370 ل384 يعني بالطول الفترة بين الولدتين في هذا الحيوان لأنه بطيء في نسبة الخزب وبدأ من أقدر أنواع الماشية اللي هي تقدر تتحمل المراعي أو أنها تعيش على المرعة الخارجي خارج المزرعة في عندي نوع آخر من الحيوانات وهو السمنتال السمنتال بلاحظوا أن الشكل والحجم الشكل يعني صفة شكلية الحجم معنى زي لك صفة انتاجية هي والوزن من أكبر أنواع ماشية حجما وأقوى البنيان هذا الحيوان نشأ فيه جبال القلب اللون هذا الحيوان بيتبين من الأصفر الناتج من الأحمر يعني أصفر غامق إلى اللون الأحمر وأحيانا بتوجد بقع بيضاء على جسم هذا الحيوان اللي هو السمنتال وزن هذا الحيوان اللي هو العجول الصغيرة الناتجة من هذا الحيوان بلاقيها حوالي أربعين إلى خمسين كيلو جرام البقرة الناضجة بلاقيها سبعمية كيلو جرام الصغر الناضج بلاقيه مية وعشرين أو مية اتنين وعشرين كيلو جرام انتاجه من اللبن أربعة تلاف خمسمية كيلو جرام في متوسط تلتمية وخمسة يوم يعني بيعطي مدة الحال بتلتمية وخمسة يوم ده متوسط انتاج هذا الحيوان من اللبن يبقى إذن هذا الحيوان جدير جدا بالكفاءة الوراثية اللي هي موجودة وهو بيعطي من أفضل السورات اللي هي موجودة عندنا فيه تربية حيوانات اللبن كذلك في عندي هنا النورماندي النورماندي بلاقي فيه مجموعة من الصفات الشكلية لهذا الحيوان بلاقيه فيه عندي اللون الأبيض ثم اللون البلني متناصر على جميع أجزاء الجسم سواء كان في الزكور أو سواء كان فيه الإناس اللون أحمر مع وجود بقع وخط أبيض على الظهر شكل هذا الحيوان حيوان قوي البنيان أو قوي التكوين الأرجو القوية الحواف الغامئة ومتينة بتعطي قدرة فائقة على عملية الرعي ده من أنواع حيوانات اللي هي النورماندي وزن الحيوان عند الميلاد اللي هو العجول الناتجة الصغيرة بلاقيها 38 كيلو جرام البقرة الناضجة بلاقيها 650 كيلو جرام السور الناضج بلاقيها 1100 كيلو جرام يبقى من أكبر أنواع حيوانات اللبن انتاجه من اللبن 4000 كيلو جرام في متوسط 305 يوم نسبة الدهن بلاقيها 4% لون اللبن البقري بصفة عامة هو اللون الأصفر ده تعتبر من السورات اللي هي سورائية الغرض بالنسبة لماشية تربية حيوانات اللبن تعالوا نشوف نوع آخر من هذه الحيوانات وهو الإير شاير الإير شاير نشأ فيه مقاطعة إير المقاطعة دي موجودة في اسكوتلندا دي منطقة جبلية شديدة البرودة بيقدر يتحمل درجة البرودة العالية عشان كده ما أقدرش أجيب هذا الحيوان عندي هنا في مصر لأنه لو جبت هذا الحيوان هتختلف كمية اللبن لكن مش هتختلف التركيبة الوراثية طبعا لو عايزة حسن التركيبة الوراثية من الحيوان دوت لحيوانات اللبن المصرية اللي هي موجودة عندي يبقى إذا عن طريق السائل المنوي بجيب السائل المنوي مجمد عن طريق الاستيراد بدل ما استورد حيوان وكلف مجهودة لا أنا بجيب سائل منوي موجود فيه تلمستات هذا السائل بقى يتم حقنه عن طريق الأخصاء البيطاري في محطات التربية للأبكار اللي هي موجودة عندي بغرض رفع الكفاءة الانتاجية لحيوانات اللبن اللي هي المصرية اللي عندي لأننا من استعراضي لهذه الألواع الحيوانات بلاحظ إيه؟ بلاحظ أن فيه عندي حيوانات بتديني أرباح تلاف ونص كيلو جرام فيه حيوانات بتديني ست تلاف كيلو جرام يعني ستة طن حيوانات اللبن اللي عندنا المصرية أو المهاشية المصرية بتعطيني 1200 كيلو جرام في متوسط 8 شهور أو 9 شهور بقى إذن عايزة أرفع الكفاءة الانتاجية من هذه الحيوانات فبأتطر أن أنا استور للحيوانات اللي هي الخارجية عن طريق السائل منوي وبيتم إجراء عملية التلقيح الاصطناع لهذه الحيوانات عشان أرفع النسل اللي هو الناتج اللي أنا عندي بسميه قوة الهاجين وده منتشر عندنا جدا في محطات البحوس اللي هي موجودة وفي محطات التجارب الحيوانية فيه عندي برضو تاني اللون هذا الحيوان بلاقيه فيه بقع صغيرة بنية سوداء مبعصرة على جسم هذا الحيوان شكل هذا الحيوان الجسمه مندمج والقوائم بلاقيها قصيرة الصفات الانتاجية لهذا الحيوان اللي هو الإيرشاير بلاقيه الوزن للعجول أو العجلات الصغيرة اللي هي لسه مولودة من هذا الحيوان بلاقيها حوالي 30 كيلو جرام البقرة الناضجة بلاقيها 500 كيلو جرام الصور الناضج بلاقيها 600 كيلو جرام متوسط انتاجه من لبن بلاقيه 3 طن لبن يعني 3000 كيلو نسبة الدهن بتكون حوالي 4% فيه عندي نوع آخر من الماشية من ماشية حيوانات اللبن اللي هي ماشية الدوتش ماشية الدوتش دي نشأت في ألمانيا ومن أكبر الأنواع اللي تقدر تتحمل درجة الحرارة اللي هي العالية لون هذا الحيوان بلاقيه لون الرأس والأقدام الأمامية والخلفية والأبل لمنطقة الصدر والبطن زي ما انت شايف مع بعض هناك في الصورة البطن بيضاء أما مؤخرة الحيوان بلاقيه بني ومقدمة الحيوان بالرأس بلاقيها لونها بني شكل والحجم بالنسبة لهذا الحيوان من سلات اللبن الأصيلة المتوسطة الحجم يعني هي سلات متوسطة الحجم مش كبيرة الحجم زي مثلا الفريزيان اللي هو الأوروبي اللي هو البنو عليها الهولوشتاين اللي هو موجود عندي كان وزن الحيوان حوالي 600 كيلو جرام أو 700 كيلو جرام يبقى فيها إذا تركيبة هذا الحيوان بلاقيها أضعف أو أقل في التكوين الجسماني لأننا ما جميز أي حيوان بنظل لهذا الحيوان من عن طريق شكلين شكل إنتاجي عشان أقدر أشتغل لهذا الحيوان اللي هو كمية إنتاج اللبن متوسط أوزان هذا الحيوان متوسط أوزان العجول والأجلات للناتجة من هذا الحيوان دي صفة إنتاجية بقدر أميز كل حيوان من الحيوان الآخر عن طريق الصفاتين زي ما احنا نتحدثنا مع بعض وقلنا صفة شكلية لهذا الحيوان ثم صفة إنتاجية بالنسبة لهذا الحيوان وكل حيوان بيختلف عن الحيوان الآخر في صفات شكلية وفي الصفات الإنتاجية عزيزين احنا كده قدرنا نوضح يعني بركز فيها الحلقتنا النهاردة على الصفة الشكلية لهذا الحيوان اللون، لون الحوافر، الكرون شكل العام بالنسبة لهذا الحيوان دي كلها صفات شكلية إذن كلها صفات وصفية بقدر من خلالها أميز هذا الحيوان لكن الصفة الانتاجية من خلال السجلات بالنسبة لهذا الحيوان عشان كده بنقول ايه اما اجي اشتري حيوان اللبن باشتري حيوان من مصدر موسوط به اما جانز الاسواق هشتري شكل ظاهري لكن المروع عند المربي هشتري ايضا شكل ظاهري لكن ممكن اتفق مع المربي ان انا اشتري حيوان عن طريق عاملات الزرابة اللي هي حيوانات موجودة بتحلب عند هذا الرجل اللي انا هشتري من عنده وارجع جيبها عنده في مزراتي وبتفق على كمية انتاج اللبن لو قال لي انتاج اللبن مثلا 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو خلاص بتفق معاه وابدأ ااخد هذا الحيوان واجربه عندي في داخل المزرعة لقيت هذا الحيوان بيديني فعلا كمية انتاج اللبن بتفق على سعر هذا الحيوان طب اما عايز صفة انتاجية اميزها ازاي بالنسبة او صفة شكلية بتجمع الاتنين مع بعضيهم عن طريق خلال ان انا بشتري الحيوانات دي من مراكز البحوث اللي هي موجودة او من الهيئات الحكومية اللي هي موجودة دي بتوفر عندها سجلات الفنية موجودة سواء سجل 147 او 149 بيوضح لكمية انتاج اللبن بيعطيني قد ايه في الموسم بيعطيني 6 طن بيعطيني 7 طن بيعطيني 5 طن من خلال السجل لانه بيسجل في السجلات باستمرار كذلك بيسجل في سجلات الحياة التنسلية عشان يقول للحيوان ده هو فيه عند زهرة التفويت ولا فيه زهرة التفويت هذا الحيوان برضو ايضا هل نسبة الخزب بتاعته مرتفعة يعني منتظم في عملية التنسل بالنسبة لهذا الحيوان ولا كل باب اكتشفه من خلال عملية السجلات بالنسبة لهذا الحيوان في الحقيقات الحكومية او محطات التربية لكن لو هشتري من السوق السوق لا يوجد فيه سجلات ولا يوجد فيه اي نوع عنواع السجلات اطلاقا لكن السجلات دي موجودة كما احنا قلنا في الحقيقات الحكومية بالنسبة للمربي تعالوا نشوف مع بعض فيه ايه تاني عندي انتاج هذا الحيوان من اللبن 4200 كيلوغرام اللي هي ماشية الدوتش ثم صفات الخزب بلاقيها بيوضع اول وضع له عند 25 شاه يعني عند سنتين وشاه نسبة الدهن لهذا الحيوان 4.9% هو حيوان ضعيف لكن نسبة الدهن بلاقيها عالية يعني تصل الى 4.9 من 10% يعني ممكن تصل الى 5% ومن اقدر الانواع اللي هي بتقدر تتحمل المرأة زي ايه? زي الجلس اللي احنا قلنا عليه ان هو بيقدر يتحمل المرأة. في ماشية اجنبية في مصر عندنا. يعني ايه في ماشية اجنبية? ماشية اجنبية يعني فيه من سنة تمانين او من سنة السبعينات بدأت استيراد لهذه الحيوانات. في بعض الحيوانات قدرت نها تتأقلم مع الظروف البيئية اللي هي موجودة زي في محطات بحوث التحليل اللي هي موجودة عندنا. زي حيوان الجلس حيوان الجلسي ادخل سنة في داخل جمهورية مصر العربية. وبدأ يتأقلم مع هذا. مع حوات اللحم اللحم. حوات اللبن مصرية. وبدأ يحسن في التركيبة الوراثية لحيوانات اللبن المصرية اللي هي موجودة عندي. ايضا فيه انواع كتير يدخل عندنا في مصر. مع انواع اجنبية. زي الفريزين. بس الفريزين اللي هو اوروبي. بس الفريزين اللي هو موجود عندنا في مصر اه غير موجود صفات وراسية ممتازة لهذا الحيوان. لان نشأ عن طريق عامات الخلط والتجارب بين الفلاحين مع بعضهم او في داخل المزارع لكن في اماكن متخصصة موجود فيها فعلا الفريزيان بكمية عالية من الانتاج او الهورشتين اللي هو موجود عندنا بكمية عالية من الانتاج تعال نشوف مع بعض في ايه تاني معنا برضو في عندي دموركت براون الفريزيان وفي البرون سويس وفي عندي الجيرس في السمنتال اللي هو موجود عندنا في مصر ده ادخل في مصر بعدها صغيرة جدا عشان انه غير متحمل الظروف البيئية اللي هي موجودة عندنا في مصر بكسرة لكن يصلح في المناطق اللي هي الباردة في الشمال ثم الجموس المصري والابقار البلدية الجموس المصري اللي هو موجود عندنا يعني تطرقنا بقى كده للابقار المصرية والابقار اللي هي اجنبية نتطرق الى الجموس المصري الجموس المصري ده من احد الدعمات الاساسية في انتاج اللبن عندنا في مصر لكن انتاجه كم من اللبن بيديني حوالي 1800 كيلو جرام الى 2000 كيلو جرام في السم الجموس المصري اللي هو مجموعة من الاقسام يعني ايه اقسام الجموس المصري لك احنا قلنا الابقار بصفة عامة قلنا لها انواع لانها سلالات لكن الجموس بنقول عليه اقسام احنا عندنا اه فيه جموس مصري مجوء فيه عندنا جموس البحري فيه عندنا الجموس اللي هو المنوفي فيه عندنا الجموس اللي هو البلدي فيه عندنا الجموس الصعيدي يبقى اقسام يبقى بنقول قسم لأقسام الجموس لان طبعا للظروف البيئية اللي قدر يتقلم فيها هذا الحيوان بلاقي فيه بعضة من الصفات الشكلية مختلفة بين الجموس البحاري والجموس الصعيدي الجموس البحاري بلاقول لون الفاتح اما الجموس الصعيدي بلاقي لون الجسم كله لون غام اذا هنا الجموس بيطلق عليه اقسام الجموس المصر الجموس المنوفي الجموس البلدي الجموس البحاري الجموس الصعيدي تعالوا لنشوف كل صفة من الصفات اللي هي موجودة معانا دي اول حاجة عندي خصائص وصفات بالنسبة ل الجموس المصري عندي اللون رماض يميل الى اللون الاسود العين بلاقي العين يقظة وبها ذكاء القرون بلاقي القرون ز element احجام مختلفة ممكن ان تلاقي القرون الى شكل الامام وممكن ان تلاقي القرون الى شكل الخلف بيذب تختلف القرون في صفات الجموس المصري او في اشكال الجموس المصري وبلاحظ ان القرون زي ايرون الكباش اللي هي موجودة عندنا في مصر الرأس بلاقي الرأس طويلة ولكن المسافة من الاعين والمخطن بلاقيها قصيرة الازم طويلة ومتذلية الرأبة طويلة ورفيعة ومستقيمة الاكتاف مرتفعة الصدر بلاقيها عميق الالجو الامية تميل الى الكسر وزات عزم ضخم عشان يقدر يتحمل جسم هذا الحيوان انتاج اللبن من الجموس من 8 الى 18 كيلو جرام في اليوم لو حسبت من 8 الى 18 كيلو جرام ومضربها في مدة طول مدة الحلب بلاقي عند الجموس بيديني حوالي 1800 الى 2000 كيلو جرام موسم الحالي بلاقيه 180 الى 300 يوم يعني مضرب 8 في 180 حايديني مثلا كمية حوالي 1700-1800-2000 كيلو جرام خلال مدة الحلب مدة الحمل عندي 307 الى 316 يوم لان في عندي هنا مدة الحمل بالنسبة للجموس بلاحظها انها 10 شهور ونص او من 10-10 شهور ونص اما الابكار من 9 الى 9 شهور ونص العمر عند البلوغ الجنسي بلاقيه 13-15 شهر العمر عند التلقيح المخصب 15-18 شهر العمر عند اول ولادة 25-28 شهر الوزن النتاج عند الولادة 35-45 كيلو جرام اذا كده هو مقارب على الهولوشتاين ابقار الهولوشتاين لان وزنها من 45 او من 40-45 كيلو جرام كفاة التنسلية حوالي 70% وما نيجي عند كفاة التنسلية هنا عندي في صفة موجودة في الجموس المصري غير موجودة في الابقار اللي هي صفة ايه؟ صفة التفويت يعني ايه التفويت اما لو هذا الحيوان حدث لها عملية ولادة واثناء عملية الحلب عشان تيجي دورة الحمل او دورة الاخصاب الجموس بيفوت يعني ايه؟ ما بيخصبش عملية التلقيح في الوزبة الاولى ممكن في الوزبة التانية او في التالتة او في الربعة معنى ذلك ان فيه ظاهرة موجودة في الجموس المصري اللي هي ظاهرة التفويت وفيه ايضا ظاهرة اللي هي اسمها ظاهرة الشياع الصامت بالنسبة للجموس بعكس الشياع بالنسبة للأبقار والكلام ده كله طبعا انت ده لنا كذلك في عندي هنا التفويت بلاحظ ان التفويت نسبة التفويت في الجموس المصري بلاقيها من 25 الى 30% معنى ذلك لو حصل عندي تفويت بيطول مدة الحمل او بتطول الفترة بين الولادتين بالنسبة للجموس المصري لو كانت الفترة بين الولادتين بالنسبة للجموس المصري من 25 او من 18 ل 25 شهر بتطول هذه الفترة لانها فهي موجودة ظاهرة التفويت اللي هي موجود لكن تقدر ساعدتك لو انت في مزرعة ومرب مموع من الحيوانات من الجموس ممكن تضع معاهم زكر موجود هذا الزكر بيعمل عملية تنشيط للحيوانات او الاناش الموجودة وتقدر دي تتغلب على نسبة التفويت اللي هي موجودة في الجموس المصري النسبة الجنسية بلاقيها 51 زكور 49% الناس نسبة والد التوائم بلاقيها 2% ل6% متوسط نسبة الدهن بلاقيها من 6.5 الى 7% او 7.5% انتاج اللبن من الجموس بيزيد انتاج اللبن من الجموس بعد الولادة حتى الاسبوع السادس الى السابع ثم يبدأ عملية الانخفاض التدريجي لهذا الحيوان من انتاج اللبن معنى ذلك ايه؟ لو انا عندي الحيوان الحيوان حدث له عملية ولادة النهاردة طيب اقدر احكم على هذا الحيوان ما اقدرش احكم على هذا الحيوان الا بعد مرور اربع اسابيع من ولادة هذا الحيوان لان عندي في الفترة دي من اول اسبوع من ولادة حتى الاربع اسابيع في عندي عملية تنظيف لداخلي للرحم اللي هو موجود فعملية تنظيف الرحم اللي هو موجود بيأثر على كمية انتاج عالي من اللبن وبالتالي ما اقدرش احكم على انتاج الحيوان في خلال الاربع اسابيع الاولى لكن من بعد الاسبوع الرابع حتى الاسبوع السادس بيكون الرحم لهذا الحيوان حدث له تنظيف وبدأ انه هو يستقر ويبدأ عملية اللي هو الافراز الفيسيولوجي والهرمونات والالسيولوجيين كل الحاجات دي كلها تقدر نهات بتزود انتاج اللبن باعلى كمية انتاج اللبن من الاسبوع الرابع الى الاسبوع السادس بالنسبة للجموز بعد الاسبوع السادس بالنسبة للجموز بيخش في دورة تانية اخرى او دورة تالية اللي هي دورة التلقيح والاخصاء اللي هي نشاط البيضات اللي هي موجودة فبالتالي بيقل كمية اللبن لو عد دورة النشاط الاولى دية اسمها دورة التفويت اللي هي فوتت اول مرة بعد ذلك بيخش فيه الدورة التانية بعد ده 21 الى 28 يوم يحدث له حمل فبالتالي بيقل كمية انتاج اللبن لكن اعلى كمية انتاج اللبن من الاسبوع الرابع حتى الاسبوع السادس لانتاج هذا الحيوان من اللبن يتزاب محصول اللبن حتى موسم الحليب التالت ده بيلاقيه اعلى محصول ايضا من اللبن يعني معنى ذلك الام البكرية انتاجها ضعيف الام في تاني ولدي انتاجها بيبقى اعلى من الام البكرية الموسم التالت اصبت موسم لانتاج اللبن من الجموس واعلى انتاج لبن من هذا الحيوان في عندي بقى جدول بيوضح لي مكونات اللبن الجموسي مقارنة بلبن الابكار اللي هي موجودة لو انا عندي مثلا نوع اللبن لو اللبن عندي جموس بلاقيه نسبة دهن 7% البروتين 4 من 10 السكر 4 و 8 من 10 الجوامد الكلية 17 الماء بلاقيه 82% وخلي بالك من عند الماء عشان كده بنقول لبن البقى البكر اخف في القوام من لبن الجموس لان نسبة الجوامد الكلية في اللبن البقري بلقيها 14% اما الجوامد الكلية الموجودة في الجموس بلاقيه 17% ثم نسبة الدهن بلاقيه في الجموس 7% الى 8% لكن نسبة الدهن في الابكار المحلية من 3 الى 4% لكن ابكار الفريزيان 3.5% ده جدوى بيوضح للتركيب اللبن بين الابكار المصرية اللي هي موجودة مع الجموس المصري الموجود مع ابكار الفريزيان طيب يؤثر على انتاج اللبن للجموس مجموعة من الظواهر واحنا تتركنا لها اكتر من مرة في الحلقة ومنأكد عليها جدا اللي هي ظاهرة التفويل هذه الظاهرة بتؤدي الى اطالة الفترة بين ولادتين زي باولتلة وفي نفس الوقت زي التفويل دي بتكون ظاهرة بيئية عند الحيوات يعني صفاتها هي ورصية هو حوال مكتسب هذه الصفة الابحاث بقى بتقولك ان عدد مرات التشميم اللي هي الشياع بالنسبة ليه اللي هو الشياع الصامت في داخل القطيع عشان كده بقولك لازم اكون موجود زكر في داخل القطيع انا مربي مثلا حوالي 10 الى 15 انسة مربيهم في داخل القطيع وتربية حورة لازم اطلق معاهم زكر موجود عشان ظاهرة اللي هي الشياع الصامت اللي هي بتحدث للجموس ظاهرة الشياع الصامت اللي هي بتحدث للجموس بتؤدي الى زيادة نسبة التفويل بالنسبة لهذا الحيوان وبالتالي بيكل محصول هذا الحيوان من اللبن وبالتالي بيطول الفترة بين الولادتين الفترة الاولى الولادة الاولى ثم الولادة التانية بالطول الفتح دي بسبب ايه بسبب ظاهرة التفويت اللي هي موجودة عشان اقدر اتغلب عليها وبأكد عليها اللي هي ان انا باطلق زكر او طلوقة داخل القطيع عشان يقدر يكتشف لي الشياع الصامت بالنسبة للجمود لكن البكر او الماشية بصفة عامة وبطلق كلمة ماشية بطلقها على الابكار الابكار غير موجود فيها ظاهرة التفويت وغير موجود فيها ظاهرة الشياع الصامت لكن دي موجودة عند الجموس المصري اللي هو موجود عندنا الابكار المصرية دي اصلا نشأت من اختلاط الماشية الاوروبية بالماشية الهندية والماشية الافريقية ونتج مجموعة من الابكار قسمت او قسمت هذه الابكار حسب الموقع الجغرافي زي الجموس في عندي الابكار الدمياطي في عندي الابكار اللي هي المنزلاوي في عندي الابكار البلدي في عندي الابكار المنوفي في عندي الأبكار الصحراوي يبقى عندي أربع أنواع من أنواع الأبكار بقول الأبكار الدمياطي إذا نشأت فيه المنطقة الشمالية من مصر نشأت فيه فيه محافظة الدمياط إذن الجو هنا بارد إذن بيتقدر تتحمل هذا الجو أما الأبكار اللي هي المصرية التانية الموجودة زي الأبكار المنوفي دي نشأت فيه منطقة وسط الدلت الأبكار الصحراوي دي نشأت فيه منطقة جنوب السعيد ودي بتتميز بمجموعة من الصفات الشكلية بلاحظ ان اللبب يعني اسفل الزطن كده او اسفل الصدر بلاقي فيه لبب موجود عشان يقدر ان هو يتحمل درج الحرارة كذلك الابكار الصحراوي بيكون موجود فيها منطقة اعلى منطقة الكدف وهي منطقة السنام منطقة السنام ديت مختزة او مقتنزة بالدهن اللي هو موجود عشان يقدر يعود هزي الابكار عن انتاج الماء اللي هو موجود فيه منطقة الصحراوي ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن باقي صفات الوراثية او صفات الشكلية لحوان اللبن ولكن هنستعرب مع بعض اقسام الجموس الابكار المصرية زي ما قلتلك الابكار الدمياطي المنزلوي بتكون اقل في الحجم البلدي المنوفي بتتميز بصفات حوان العمل والبطن بتكون مشمورة العدراب بتكون قوية الصعيدي بيكون نحيف الصحراوي بيشبه الصعيدي وبيكون موجود فيه منطقة سنام المنطقة السنام دي اللي هي مقتنزة بالدهن اللي هي منطقة تعلوا منطقة الكاتف هذه المنطقة بيقتنز بها الدهن عشان كده كل نوع من الابكار بيتميز بصفات شكلي فعندي اقسام البابكار المصرية زي اقسام الجموس المصري احنا منذكر بقى اقسام الجموس المصري عندي تلات انواع البحيري والصعيدي والملوفي عند الأقسام الأبكار المصرية قسمناها هنا أقسام حسب المنطقة أو الموقع الجغرافي اللي بيعيش في هذا الحواء الدمياطي المنزلوي البلدي هو المنوفي الصعيدي الصحراوي خصائص وصفة هذه الأبكار غالبا الأبكار المصرية بتكون لونها أصفر مع تباين في درجات اللون من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الغامع القوائم بتكون قصيرة الأبكار الصحراوي زي ما بقلت لك أنه يتميز بوجود اللبب يعني الجلد بارد إلى الخارج في منطقة الصدر مع انتهاية الرأس شكل وحجم الأبكار بلاقيها ماشية متوسطة وأحجامها زات أرجل طويلة والجسم بلاقيه غير عميق والحلامات بتكون صغيرة بعكس حلامات الأبكار الفريزيان أو المتخصصة في إنتاج اللبن طيب الصفات الإنتاجية لمجموعة الأبكار المصرية اللي هي موجودة عندنا اللي هي متوسط الوزن 25 إلى 30 كيلو جرام للعجولة اللي هي الصغيرة البقرة بلاقيها من 400 إلى 450 عندنا الأبكار الفريزيان اللي هي موجودة عندي من حوالي 400 إلى 600 كيلو لكن الهرشتاين 600 كيلو جرام بيكون أعلى هنا الطور اللي هو الزكر بيكون 550 إلى 650 كيلو جرام إنتاج اللبن بلاقيه 1200 إلى 1800 كيلو جرام بعكس الأبكار المتخصصة الأصيلة في إنتاج اللبن بلاقيه حوالي من 3 إلى 4 طن وفي بعض الأبكار بتصل إلى 9 طن أو 7 طن ونص زي الهرشتاين اللي هو موجودة عندي نسبة الدغن في الأبكار المصرية بلاقيها 4% أيضا لون اللبن بيكون لونه أصفر طول موسم الإضرار 185 إلى 265 يوم الفترة بين الولادتين 407 يوم إلى 420 يوم يبقى هنا في هذه الحلقة قدر تميز الصفات الشكلية لحيوان اللبن وقدر تميز الصفات الإنتاجية لحيوان اللبن قلنا في حيوانات اللبن اللي هي موجودة في أسمناها إلى أبكار متخصصة في إنتاج اللبن تبقى لدرجة الاستعمال وفي أبكار سنائية الغارة ثم تطرقنا إلى أقسام الجاموس المصري وقلنا الجاموس المصري في عندي 3 أنواع أو 3 أقسام من الجاموس المصري وقلنا كلمة يقسم ليه حسب الموقع أو المنشئ الجغرافي اللي تربى فيه هذا الحيوان الجاموس الصعيدي ما يقدرش يقدر يتربى فيه الوجه البحري ليه لأنه برودة تتجوه في الوجه البحري لأن الحيوان له صفات وراثية معينة وتركيبة وراثية معينة إذن هو لونه بيكون غامع فبالتالي بنسبة الدغن في اللبن الجاموسي اللي هو الصعيدي بتكون أعلى بالنسبة الدغن في اللبن اللي هو الجاموس المنوفي أو الجاموس البحيان كذلك ما تتركنا للأبكار أو تتركنا للجاموس قلنا فيه عندي ظاهرة اسمها ظاهرة الشياع الصامد أو ظاهرة التفويل ظاهرة التفويل بيتيجي من إيه؟ بيتيجي من ظاهرة الشياع الصامد ممكن الحيوان يكون عندي فيه شياع صامت او فيه عند عملية شبط وهذا الحيوان ما يظهرش عليه اي علامات او اي مميزات لعملية الحمل او الولادة بعد كده فبالتالي انا اتغلب على هذه الظاهرة بضع زكر او بضع طلوقة للجموس في داخل المزرعة انا عندي لو انا عندي بربي تربية حرة عشان يقدر يقلل من نسبة الشياع الصامت وفي نفس الوقت يقلل من نسبة التفويت لان نسبة التفويت في الجموس المصري بل ايها من 20 الى 30% عزائي وصلنا بكم الى مهاية هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة اتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته